اشتركوا في القناة مليون برميل وعشرين حاوية تنقل نفض عشرين حاوية بخمسة عشر مليون برميل هذه خلاصة الكلام تقطع بهرموس وخليني ناخد مقارنة على خريطة العالم وانوشه لاحظوا بالبداية هون المضيء المهم جدا ونجم الاعلام وهو الذي يحرك كان اسعار البترول حاليا وايضا تصريح من الجنرالات الكبار العسكريين بمختلف المناطق ورؤساء الدول كان هو نجم الاعلام هو مضيق هرموس خمسة عشر مليون برميل اكتر من خمسة عشر مليون برميل بيمرق بهال ممر هيدا بيرجع عمشاهد هون على خريطة العالم مثلا كانت السويسرك شو بعيدة مليونين فقط هون في بعض المضاييك الدنمركية تلات مليون وستمائة الف تقريبا ومضيق البوسفور حوالي تلات مليون برميل يعني كله تلات مليون ونص مليونين هرموس خمسة عمشاهد هون خمس مرات وأربع مرات أكتر عم بيكون هرموس عم يقطع فيه هون اهمية القرام مش انه خمسة وثلات وثنين ثلاتة هون مليون خمسة عشر مليون عم نحكي انه كل الممرات اللي هي ثلاتة بثلاتة بثلاتة ما بيعملوا كانوا نصف شو بيقطع بهذا المضيق خلينا نشاهد نرجع مضيقات الأخرى بالطرف الثاني من الخريطة العالمية ونشاهد هون اهمية الخمسة عشر مليون برميل بمقابل الممرات الأخرى طبعا فيه مرات مهمة جدا كانت بأميركا جنوبية او بمرات بأفريقيا او بأسيا معظمة تقريبا بأسيا مشاهد هوني قناة بانما هوني قناة بانما بانما أقل من مليون برميل رغم شهرة القناة لاحظوا مشهورة كتير بالإعلام قناة بانما ولكن فقط تشكل أقل من 8% تقريبا من مضيق هرموس فقط هرموس مشاهد هوني مضيق باب المندب هوني 3 مليون ومضيق المهم جدا هون البنافس بنافس هرموس مالقى عم شاهده هون 13 مليون و600 ألف عم يقترب من مضيق هرموس لاحظوا هون كل الأهمية هوليك كانوا تقريبا مستويات متدني بين 3 مليون ومليونين و3 مليون هونيك أهمية الاثنان اللي هنا أهم شيء ونجم الإعلام ولكن أخذ الإعلام فقط وكأن النجم هو مضيق هرموس برجع بذلك خلاصة الكلام 15 مليون برميل و20 حاوية نفط تقطع بها المضيق خلين ننتقل إلى آخر خبر طبعا عن أوروبا منطقة اليورو وخف تصديف فرنسا من خسرة فرنسا حشيت كل هشي بعد سنة مشاهدين طبعا أبرس حدث يأتي دائما من أوروبا من منطقة اليورو بالتحديد ولكن قبل الصور والأخبار أبرس حدث كان بالماضي كان الولايات المتحدة الأمريكية خصت لحقتها فرنسا هلأ كمان خصت من فقط عن ثلاث شركات وكالات تصنيف أتيمين بورس موديز وفيتش هؤلث ثلاث وكالات نحن نتكلم حاليا عن لأول مرة فرنسا موزو عفصة 175 خصت مزيد من التفاصيل ندخل إلى الأخبار فرنسا خصرت تريبل آي ستندر أنبورز سحبت التريبل آي من فرنسا وهذا شيء كان لأول مرة موزو 175 ومش بس فرنسا خفضت ثمان دول أخرى عدى ألمانيا طبعا هون كان مهم جدا الخبر لأنه ألمانيا أكبر اقتصاد بأوروبا فرنسا تاني أكبر اقتصاد بمنطقة اليورو هي صار في تاتش بفرنسا بقيت ألمانيا ولكن فرنسا وثمان دول هن خفضت لهم تصنيفون مزيد من التفاصيل أيضا ليش حصل للتخفيد ستندر أنبورز بتقول قالت إنه المبادرات الأخيرة للقادة الأوروبيين كانت غير كافية لتتصدى لمشاكل المنطقة إذن مبادرات غير كافية وبعدين كل الحلول عم بتكون فقط عم تعتمد على مزيد من التكشف هيدا كان رأي ستندر أنبورز مبادرات مانة كافية والحلول كلها تكشف عندكم ما فيه قطة جوالية فقط تكشف هالشي أعلنت إنه استندت للقرار وأعلنت إنه خفض التصنيف طبعا خفض التصنيف هزب الأسواق هزب كتير شو بأثر على فرنسا وليش مهدمة فرنسا بخفض التصنيف هنشهد الشي طبعا هون التصنيف ممتاز عطول إذا كانت فرنسا مع تصنيف ممتاز بيسمح لأنه بالاستدانة بكلفة أقل من الأسفل طبعا هي هون لما بتعوز مصاري فرنسا وقتها بتكون بحاجة إلى أموال فرنسا تصدر سندات لأنه تصنيفه ممتاز العائد بيكون قليل إذن كمان فرنسا من بعد ما حصل فقدت تتوقع أنه تبلغ نسبة الفوائد على سندات العاشر سنوات تحت الأربع في المائة دائما عند ثلاثة فالسبع في المائة وتوفر تقريبا بحدود سبعة مليار ونص دولار هيدا كين رأي فرنسا بعد فأدينا التصنيف برجاء بذكر أنه لفرصة لفرنسا أو حجة أنه سنداتها ما يكون عليهم طبعا فوائد عالية جدا قبل ردود الفعل توقف مع ستين ونشاهد ردود الفعل على هذا الخبر مشاهدين أن نتابع رد الفعل على خفض التصنيف طبعا صاف رد فعل المعظم كان غير المفاجئين ونشاهد كل ردود الفعل من فرنسا داخل فرنسا الاتحاد الأوروبي وألمانيا يعني حنشاهد الاتحاد الأوروبي طبعا فرنسا وخير فرنسا حنشاهد شو قالوا المسؤولين الكبر ولكن البداية هون أنه ردود الفعل ستجي من فرنسا المفوضية الأوروبية فورا هون بذكر أنه المفوضية الأوروبية هي الزراعة التنفيذ للاتحاد الأوروبي يعني المفوضية الأوروبية هي كل القرارات اللي بيصدرها الاتحاد الأوروبي هي مسؤولة عن تنفيذ القرارات هي الزراع التنفيذ للاتحاد الأوروبي فورا أصدرت قرار أو أصدرت التصريح المفوضية اللي هي مبنى ببروكسل ببرسلز ببلجيكا أعلنت أنه قرار خاطئ حنشاهد الشيء القرار كان خاطئ من سندر أبولز هون شهد فرنسوا فيون فرنسوا فيون رئيس الوزراء الفرنسي قال كمان القرار كان متوقع هيدا انزار يجب أن لا يتم تهويله أو تهوينه وفرنسا قال ستصمد أمام ارتفاع فوائد الأكراد شاهدنا هون فرنسوا فيون اللي هو من أقرب المقربين ونيكولاس ساركوزي بالحزب قبل ما يصير رئيس وزراء كان وزير ولكن من أقرب المقربين أو من التيم طبعه أو من فريق العمل المقرب والدير الضيئة جدا من هو كلود جيون من نيكولاس ساركوزي خلينا نذهب إلى ساركوزي حاليا هو عم بدافع بقوة عنده انتخابات فرنسية وكان عم بدافع عن تريبل آي ويدافع على اليورو عنده ثلاث استحقاقات مهمة جدا أو شي يدافع عن اليورو بكل أوتو ويدافع عن تصنيف فرنسا تريبل آي خسره وعنده الانتخابات الفرنسية اللي هي مئة يوم بعد الانتخاب الفرنسية طبعا هو هون مسؤوليات كبيرة جدا على ساركوزي حنشوف كيف حيقدر يدافع عن اليورو هلأ حاليا بعد ما خسر انه يدافع انه يحافظ على تريبل آي لفرنسا عنده اليورو منطقة اليورو العجز وكل هالعوامل لا يقدر يحمل كل هالعوامل الانتخابات الفرنسية ويقدر يواجه المنافسين لانه كل الاستطاعات بتقول انه نيكولاسا الكوزي حيخسر الانتخابات الفرنسية طبعا المنافس لقاله ما عنده ممارسة بالحكم لكن هو من السهل انه تقدر تنتقده لانه ما نمارس الحكم اللي هو فرنسوا هولوند بالجهر المقابل نوجع من تابع ومن شهد تاريخيا التصنيف هوني فرنسا هالخسارة هايدي هي بذكر هون انه ستندر انتبورز كاتمانحة فرنسا تريبل اي موزو 1975 يعني 75 لهلأ نحن عم تكلم تقريبا اكتر من 35 سنة وهي بس لو خسرت مع ستندر انتبورز محافظة على تصنيف ممتاز من موديس ومن وكالة فتش ايضا شفنا الوكالتين هايدي فرنسا وتابع الان وايضا مع ردود الفعل اعود يعني خليني اخرج من فرنسا واعود الى ردود الفعل ولكن خالش فرنسا شو كانت التصريحات المهمة طبعا من المانيا وعلى رأسهم المرأة الحديدية انجلا ميركل زعيمة اوروبا حاليا هنشهد انجلا ميركل شو قالت قالت لم نفاجأ انها واحدة من ثلاث وكالات تصنيف عطت رأيها ويجب تفعيل صندوق الانقاذ الحالي طبعا هون رئيس وزراء الاسباني رخوي كمان هون قال انه ارس الماضي والحكومة الاسبانية ملتزمة بضبط الميزانية وايضا ملتزمة بالاصلاح اللي هي عم تعمله هيدا كان رئيس وزراء الاسباني والمستشارة الالمانية هولي كانوا آراء شهادنا المسؤولين و كمان هون هيدا كانت القصة تقريبا تبع الوكالات طبعا التصنيف ووكالات تخفيض الاقتمان اللي قينا عليها نظرة كاملة وهي كان نوصل هلقني الى اخر فقرة من البرنامج مش هيدا نوصل الى اخر فقرة من البرنامج طبعا برجع بذكر بايميل البرنامج السابقة على الموقع القناة cnbcarabia.com كمان موجودين على الفيسبوك وعلى ايضا على اليوتيوب وعلى التويتر كمان تويتر يوتيوب فيسبوك الموقع جوءة cnbcarabia.com هودة عنوين فيكم ترسدونا عليهم وبالنها تحييات تحييات ايضا كان فريق العمل متشكروا على رأسه ايضا المخرج انس وعبير غريب على STG شكرا مشارين تلافيكن الأسبوع المقبل اذا اراد الله